تاني حاجة عايزة اتكلم عليها ده ما قلتلي بالترتيب على الماتش الاخير للأعلي عايزة اقول بغد النظر عن اي حاجة عايزة اقول ان احنا كنا ابطال فعلا في الماتش وان احنا فريق بجد قوي وبيتحمل الصعب عادي ومن غير ما يعمل شو بيتحمل حكام مش مظبوطين بيتحمل ارض الليزر والأزايز دي ما طول عمرنا بنستحمل الليزر احنا كاهلي احنا مش على طول بنتعرض للليزر والأزايز اللي بتترمي وكل الكلام ده لعيب بيعرف يلعب تحت ضغط صح لعيب الاهل في الحقيقة يعني فطبعا تحية لهم كلهم على المتاح لهم من خطة موضوعها لهم هم لعبوها فهم لعبوا كويس وحققوا الحمد لله ان احنا تأهلنا طبعا فتحية لهم قوية وخصوصا الشيناوي انا لسه كنت حسأل والله العظيم السؤال كنت عايزة اقول لك مين اكتر لاعب يعني كده في شوية لا لا هو هو بطل يعني هو بطله من اسباب الصعود بتاعنا وشال لا لا هو نصر المباراة من الحقيقة قابلت مين على الحقيقة من اللعيبة واكتر حد تعرفيه مثلا لا لعيبة انا قابلت كتير مين اكتر حد على تواصل معي يعني جيل الالفينات ده كله اللي هو جيل بداية الالفينات ده كلهم قابلتهم وكلمتهم في التليفون وكلمتهم وحاجات كده ومتابعينك على تويتر ومتابعيني على تويتر وانا متابعيهم كل حاجة حلو جدا يعني شوبير من الناس اللي قابلتهم كتيرا مجد عبدالغاني كابتن شوبير وفي إفنتات كتير اكيد للتحيط بحب قوي وليد سليمان الحاوي والصقر كابتن أحمد حسن كله موجود وطبعا أنا في البرنامج بتاعي في قناتج الشمس ده قابلت لعيبة كتير من الأهلي ضيوف احنا بقينا زوملة كمان ملاحظة كل مرة الموضوع هنبكرا لقيك في الأهلي معانا بقى لا يا نفسك فأني يا أكتر يعني ما شاء الله عمل شغل جميل على الصعيدين لكن أنا بتكلم على حتة الإعلام هل بتلاقي نفسك أكتر في تقديم البرامج أو على الأقل بنفس قدر السعادة اللي بتحس بيها وانتي بتأدي دور ولا الوضع مختلف أنا موثلة ولكن أنا لو أنا اخترت أو فكرت أن أنا أبقى مزيعة لفترة معينة يعني فكرت لأن أنا عندي كلام عايزة أقوله عندي رسالة عايزة أقولها لو حد واحد استفدت منها حبق أنا أكسبت عندي رسالة إيجابية للمجتمع عندي رسالة أن أنا أبين نرجع للجار للجار والطبق اللي بيلف نرجع لعادتنا وتراصنا وتقاليدنا الحقيقية ما هي المصري اللي بيحاولوا يلغوها فيما يقدم من دراما فيما يقدم من أشياء كتيرة فهو دلنا هتخذ بوزي من